السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا تحدثنا عن الجزء الاولاني عن غزوة ايه? عن غزوة بدر. تمام? فان شاء الله بازن الله في لها جزء تاني. طبعا الجزء الاولاني احنا كنا تحدثنا اه عن اسبابها الخوارق. تمام? اه عدد جيش المسلمين. عدد جيش الكفار. تمام? كان قد ايه? تمام? اه طبعا اه الحلقة دي احنا عايزين نتكلم بقى عن ايه? عن الحاجات الحلوة بقى. عن اه اقول لك انا. اولا جزاك الله خيرا. اه. تمام? تحدثنا عن اه عن غزوة بدر. تمام? باستفادة. وانتهت بنصر الله للمسلمين. الحمد لله. وهزيمة الكافرين. ولكن بعد ذلك نريد ان نعرف الخوارق التي حدست اثناء المعركة. التي حتى نهايتها. نعم. ماشي. احمد الله تبارك وتعالى. واصلي واسلم على خير خلقه. سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه. وعلى اتباعه وحزبه. وسلم يا ربي تسليما كثيرا. شكرا للاخ احمد الفضالي. على استضافته لي. وشكرا لله اولا وآخرا. فنحن بذكرنا لغزوة بدر الكبرى. وهي الغزوة التي فصلت بين الحق والباطل. والتي نزلت في حقها نزلت في حقها صورة وهي صورة الى عمران. تحدث فيها الله عز وجل عن كيفية تأديب المسلمين للكافرين. وكيفية وقوف الله سبحانه وتعالى والملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة. وانتهت هذه المعركة التي كانت موازين القوى فيها واحد الى ثلاثة. حيث كان جيش المسلمين تلتمية وتلاتاشر. وجيش الكافرين تسعمية وخمسين. جيش المسلمين فرسين. جيش الكافرين حوالي ستمية درع. غير الجمال. غير الف فرس. غير آآ نساء. غير مغنيات. غير شرب خمر. غير 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 غير. القوى غير متكافئة. ولكن نصر الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين لانهم كانوا اذلة. ولانهم استغاسوا بالله عز وجل. وتوكلوا على الله عز وجل. اخي احمد بيطلب مني الان اقول ايه الخوارق? وايه الاشياء التي حدثت اثناء المعركة? وكانت خارجة عن المألوف? نقول النبي عليه الصلاة والسلام في اول المعركة قال للصحابة قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. وقال للصحابة ما من مسلم الان في المعركة يقاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر محتسبا لله عز وجل فيقتل الا وادخله الله الجنة. صحابه اسم عمير بن الحمام مع طمرات. ثلاث اربع طمرات خمس طمرات في جيبه. فطلعهم من جيبه حتى يأكلهم ليتقوى على المعركة. ثم سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام قوموا الى جنة انعرضوها السماوات والارض. فقال في نفسي والله انها لا حياة طويلة ان انتظر حتى يأكل هذه الطمرات. ثلاث اربع طمرات او خمس طمرات مستكتر على نفسه. يقولهم اقسم انه لان يأكلهم الا في الجنة ان قتل ان شاء الله. رمى بالطمرات. دي اول المعركة. اتنين صحابي تاني اسمه سيدنا عكاشة ابن محصن. عكاشة ابن محصن. هذا الصحابي دخل المعركة انتنى سيفه. سيفه انتنى او انكسر. زاب الى النبي صلى الله عليه وسلم في عريشة. يا رسول الله ماذا افعل? السيف يعني بطل فعله. النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه قطعة من خشب. او عصى او عصى من حطب. خذ هذا حارب به. هذا الرجل سيدنا عكاشة ابن محصن. يحز هذا هذه العصى او ليحارب به حتى حارب به المرتدين في زمن مين? في زمن الخليفة الراشد سيدنا ابو بكر الصديق. دي امر تاني. الامر التالت. الصحابة في المعركة طبعا يسمعوا اللي من يقول اقدم حيزوم. حيزوم. المعركة دايرة. بين الكفر وبين المسلمين. ليس هناك احد من الكفار اسمه حيزوم. وليس هناك احد من الجيش المسلمين اسمه حيزوم. اذا هذا ملك من الملائكة بيحارب. يبقى الملائكة كانت بتحارب لان الكفار والمسلمون سمعوا من يقول اقدم حيزوم. وليس في المسلمين واحد اسمه حيزوم. وليس في الكافرين واحد اسمه حيزوم. عكرمة ابن ابي طالب. أكرم ابن أبو جهل بعد ما أسلم وكان وقت غزوة بدر في صفوف الكفار سمع من يقول أن قبل أن ينزل السيف إلى رقبة الكافر كانت رقبة الكافر تنزل وكأن المسلم يرفع سيفه ليقتل الكافر ولكن يعاجل الراجل الملك هذا الرجل ويقتله يعني أنت بترفع سيفك عشان تقتله رقبة نزلت يبقى مين اللي قتله يبقى اللي قتله ملا أدي أشيء آخر الحاجة اللي تبين لك برضو أن كان في ملايكة سيدنا العباس كان بيحارب في صفوف الكفار في غزوة بدر كان في صفوف الكفار وتم أسره واحد أنصاري قال لك أنا أسرت العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام عم النبي العباس قال له لهذا الرجل الأنصاري والله ما أنت الذي أسرتني ولكن أسرني رجل أجلخ رجل في القوم ليس في القوم مش موجود فيكم مش موجود فيكم رجل أجلخ يعني رجل يعني ليست له ليس له شعر أدي شيء آخر أمر آخر أبو بكر الصديق يقابل ابنه في المعركة ويقول له أين مالي يا خبيس ويحاربه سيدنا عمر يقتل خاله العاصي بن هشام مش جي حوادث حدثت في المعركة وهذه من الأشياء التي تدل على أن المسلم بعقيدته ينسى كل شيء والعقيدة فوق كل شيء والعقيدة تعلو على كل الأشياء إذن هذه الأشياء بتدل على أن المعركة كانت معركة خالصة لله سبحانه وتعالى نجي على أمية بن خلف اللي كان بيعذب سيدنا بلال اللي أصره مين اللي أصره سيدنا عبد الرحمن بن عوف أصره عبد الرحمن بن عوف سيدنا بلال شاف قال له أمية بن خلف والله لا يفارق سواده سوادي لابد أني أخد حقي منه وأخد طاري منه اللي كان بيعذبني في صحراء مكة ويضع على صدر الحجارة في شدة الحر سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له أنه أسيري قال يا للمهاجرين يا للأنصار أمية بن خلف اللي كان بيعذبني في الجاهلية أو قبل الهجرة ويتكمع المسلمين المهاجرين والأنصار سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له انزل على الأرض يا أمية ينزل على الأرض ويبقى فوق سيدنا عبد الرحمن بن عوف عشان ما يتلش ولكن المسلمين ومعهم سيدنا بلال من تحت سيدنا عبد الرحمن بن عوف يضربوه بالسيف حتى يموت هذا الرجل ويقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رحم الله بلالا ضاعت أدراعي في هذه الهجة أو هذه المعمعة ثم قتل أسيري شيء عظيم شيء أعظم من هذا كله وضح للناس كان بيحصل للمسلمين إيه بقى أكواز أنت جبت حتة زي نعم يعني برضو كان في حاجات قبلية تعذبوا أيها ما احنا بيتكلم في غزو البادري نتكلموا في أشياء أخرى نعم نفرد لها مجال إن شاء الله أبو جهل عليه لعنة الله فرعون الأمة اتيت في هذه المعركة اللي كان يعني قائد الجيش يجي اتنين غلامين سنهم 15-16 سنة إلى المعركة معركة بدر ويقابلوا سيدنا عبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا عما أين أبو جهل الأولاد من المدينة أبو جهل من مكة الأولاد ما يعرفوش شكله فبيسألوا أبو عبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل هتعملوا به إيه قالوا نقتله أنتوا اللي تقتلوه قالوا سمعنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغلامين والله لا يفارق سواده سوادنا حتى يقتل الأول حتى نقتله مش هنسيه لما نقتله لا يقتلنا لنقتله فأشار إليه أو عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال ها هو الذي حوله بعض الناس ذهب إليه من بين الصفوف كسروا الرجل الحصان أو الفرس اللي ركبه أبو جهل والاتنين إتلوه ولكنه لسه بيطلع في الروح الغلامين شوف خدرة ربونه سبحانه وتعالى ويذهب الغلامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المعركة كل واحد الأولاني اسمه معاز ابن عمر بن الجموح والآخر اسمه معوز بن عفراء معاز ابن عمر بن الجموح والآخر معوز ابن عفراء هذا يقول أنا قتلته يا رسول الله وهذا يقول أنا قتلته يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما هل مسحتما سيفكما كل واحد مسح سيفكما لا كل واحد الدم بتاع أبو جهل على سيف هذا الغلام فشاهد النبي الدم على السيفين فقال كلاكما قتلتما انتو اللي اشتركتوا في أتله ثم بعد ذلك بعد المعركة يجي سيدنا عبد الله ابن مسعود من عبد الله ابن مسعود اللي النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة لما نزلت سورة الرحمن قال للصحابة من يقرأ سورة الرحمن على عند الكعبة أمام المشركين سيدنا عبد الله ابن مسعود تبرع بذلك وذهب وكان يقرأ سورة الفرقاء سورة الرحمن فجاء أبو جهل فلطمه لطمة شديدة حتى خلق الودن ثم نزل جبريل وقتها على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أذن بأذن والرأس زيادة ويمضي جبريل عليه السلام ثم الآن بعد ما مر 13 سنة في مكة ودي سنتين في المدينة يبقى 15 سنة يأتي جبريل ويشاهد الموقف بتاع عبد الله ابن مسعود سيدنا عبد الله ابن مسعود ماذا فعل بيتفقد الجماعة الكفار اللي تقتلوا بعد المعركة فوجد أبو جهل لسه بيطلع في الروح صعد سيدنا عبد الرحمن سيدنا سيدنا عبد الله ابن مسعود على صدر أبو جهل وهو بيطلع في الروح ماذا قال له قال له أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم ياللي بترعي غنم في مكة ياللي كانوا بيعجروا بترعي غنم دا أنت كنت أحقر شيء قدامي الآن يقول لو ذلك لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي لمن لمن الغلبة اليوم قال لله ولرسوله وللمؤمنين سيدنا عبد الله ابن مسعود أطع رأسه ثم جاء بحبل وشق أزنه وشق أزنه وربط الحبل في أزنه ثم سحب الرأس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله هلك فرعون الأمة أليس ذلك موقف يشرف أن أبو جهل اللي هو قائد جيش الكفار الذي كان يحد الله ورسوله الذي كان يفعل الأفعيل بالنبي عليه الصلاة والسلام الآن يقتل على يد طفلين أو غلامين ثم يأتي عبد الله ابن مسعود رضي الله وطعا عنه ويأتي به إلى النبي وسيدنا جبريل يقول للنبي الآن بعد 15 سنة ألم أقل لك أزن بأزن والرأس زيادة أبو جهل ضربه على أزنه هذا شق له أزنه وجاء برأسه زيادة أيضا يبقى هنا عبد أبو جهل اتئتل في المعركة أمية بن خلف اتئتل في المعركة بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجد من بين الأسرة زوج ابنته يسمى العاص رجل يسمى العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام في الأسرة هو كافر وتم أسره في المعركة وتحته بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجها في نهاية المعركة طبعا النبي خد رأي الصحابة فيه سبعين أسير وفيه سبعين قتيل اتئتل من الكفار سبعين وتأثر من الكفار سبعين هنا سبعين وهنا سبعين من السبعين اللي اتأثروا زوج بنت النبي في هذا الوقت اللي هو العاص وزوجته بنت النبي عليه الصلاة والسلام عنده في مكة طب هو عايز يتم فداؤه أرسل إلى مكة عشان يبعتونه الفداء فأرسلت ابنته السيدة زينب القلادة العقد اللي كانت السيدة خديجة أم المؤمنين أهدته إلى السيدة زينب بنتها في فرحة جاء العقد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهاجت الأشواق وتذكر السيدة خديجة فنادى على الرجل الأنصاري اللي آسر العاص واستأزنه أن يفتدي هذا الرجل والعاص يرجع لزوجته واشترط على العاص اللي هو زوج زينب بنت النبي أنه يبعتها له ما ينفعش يبقى مسلمة تحت واحد مشرك دي من ضمن الأشياء الخوارق أو الأحداث اللي حدثت في غزوة بدر طيب في سبعين كافر هؤلاء هيبقوا جيف ماذا يفعل النبي أمر بحفر قليب يعني مكان غويت يتفرع بئر جديد أو مكان غويت يترمى فيه هذه القسس حتى يتم الردم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخف على القليب وعليها الكفار نادى يا فلان ابن فلان هل وجدت ما وعدك ربك حقا يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا لقد وجدتم ما وعدني ربي حقا ربي وعدني بأن ما معي هو الحق وأنني سأنتظر وها أنا انتصرت يا سيدنا عمر يقول له يا رسول الله إنهم قد ماتوا هل يسمعونك قال يا عمر إنهم أسمع بصوتي أو أسمع منك أكثر مني أكثر منهم يا عمر إنهم أكثر منك سمعا لكلامي يعني كلهم بيسمعوا الآن إذن بقي مين بقي الأسرة السبعين أسير نعمل فيهم إيه خد الأراء إيه رأيك يا عمر إيه رأيك يا أبو بكر الأول سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله هم أرحمنا أريبنا ولاد عمنا ولاد خلتنا ولاد عمتنا ناخد الفدية ونطلق صراحهم واللي ما معاش تمن الفدية يعلم عشر من أبناء المدينة اللي هم لا يعرفوا القراءة والكتاب طيب سيد أرأيك يا عمر قال يا رسول الله اعطي أبو بكر فلان قريبه يقتله وفلان ادي له قريبه يقتله وفلان ادي له قريبه يقتله يا رسول الله ما ينفعش فيه من إيه الشفقة والرحمة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مال لرأي أبي بكر وأخذ الفداء واللي ما معاش كان بيعلم عشرة من الأهل المدينة من المسلمين من أهل المدينة وتنزل آيات في هذا الأمر توافق كلام سيدنا عمر بن خطاب رضي الله وعلاه بتقول ايه ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض تريدون عرض والله يريد الآخرة اسمع وما كان لرسول أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض تريدون عرض عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم حزب عظيم حزب أليم يعني ربنا سبحانه وتعالى كان عايز رأي عمر كان عايز رأي عمر وما كان لرسول أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض يعني يأتل الكفار لأن الكفار ما يستهلوش إلا الأكل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على النبي محمد